موسيقى الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير يصل إلى البلاد لمشاركة في احتفالات البلاد بالذكرى 27 يوم الحرية والديمقراطية فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يترأس احتفال البلاد بميدان الأمة بيعيد الحرية والديمقراطية إلى جانب نظيره السوداني المشير عمر أحمد حسن المشير النشر الرئيسي من الفضائية الشادية أحييكم ونقدم لكم النشر الرئيسي لهذا المساء أهلا وسهلا بكم وصل إلى البلاد صباح اليوم الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير للمشاركة في احتفالات البلاد بالذكرى 27 يوم الحرية والديمقراطية كان في استقباله بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وبحضور رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء وعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى العاملة بالبلاد التفاصيل لدى محمد طهر صالح تحتفل تشاد بالذكرى 27 لعيد الحرية والديمقراطية وتعد زيارة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير وحضوره الاحتفال من أبرز سمات هذا الحدث التاريخي وكان عند الاستقبال بأرض المطار رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي عانق ضيفه لمشاركته هذا الحف الذي يعتبر ثمرة نتاج ثورة الإنقاذ في تشاد والسودان على حد سواء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لتعزيز عواصر الأقوة والصداقة وحسن الجوار هذا ولقد رأس رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو صباح اليوم احتفال البلاد بيوم الحرية والديمقراطية بحضور نظيره السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير ورئيس الوزراء ورؤساء المؤسسات الكبرى العاملة بالبلاد والقائد العام للقوات المسلحة وجمع من الإداريين والعسكريين تقلل الحفل عرض عسكري نال استحسان الجميع بمجرد وصول رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى ميدان الأمة والذي وصل إليه أيضا ضيف الشرف الرئيس السوداني عمر أحمد حسن البشير الذي حضر لحضور احتفالات البلاد بيوم الحرية والديمقراطية الذي غير مشرى التاريخ السياسي الحديث لتشاد حيث القضاء نهائيا على النظام الدكتاتوري الغاشم لحسين هابري في العول من ديسم برعام 1992 من قبل الحركة الوطنية لانقاذ حتى رئاسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو فقد انطلق الحفل رسميا بوطئ إكليل من الزهر على قبر الجندي المجهول من قبل رئيس الجمهورية تخليدا للذكرى شهداء البلاد الغالية فبعيد ذلك من أجل إعطاء صبغة خاصة لهذا اليوم الخالد في أذهان الشعب الشادي فقد تميز الحفل باستعرض عسكري مميز لمحتلف الوحدات العسكرية لقوات الدفاع والأمن البرية منها والجوية حيث الطائرات الحربية والعمودية للجيش الوطني كانت في طالية هذه الوحدات وحدة من وحدات الدرك الوطني حيث قدمت للحضور عرضا عسكريا رائعا يؤكد مدى المكانة التي تتمتع بها قوات الدفاع والأمن الشادي نفس الأرض قدمته أيضا وحدة من وحدات القيادة العامة للقوات المسلحة الشادي التي شاركت في أكثر من صعيد بالقارة الإفريقية لمحاربة الإرهاب الدولي أيضا عرضا عسكريا مميز لوحدة من وحدات الإدارة العامة لخدمات الأمن ومواصلات الدولة المعروفة بديجيسي سي كذلك مشاركة فاعلة لعناصر من عناصر الحراس الوطني للروحل وكذلك عناصر من عناصر الشروطة الوطنية هذا ناهيك عن مشاركة الدرك المتجول للجمارك الوطنية كما شاركت أيضا وحدة من وحدات حماية الغاباد وكذلك الحراس البلدي بالإضافة إلى المحاربين القدامة كما نال إعجاب الحضور أيضا الاستراضات المتنوها لعناصر الشروطة الوطنية فمع انتهاء هذه الاستراضات الفنية لرجال شرطة الوطنية والتي اختم بها هذا الحفل فقد ودع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ضيف البلاد الرئيس السوداني عمر أحمد حسن البشير وبعد ذلك فقد غادر رئيس الجمهورية ميدان الأمة بعد مصافحته لمختلف شخصيات الدولة منهم رئيس حكومة ورئيس الجمعية الوطنية وكذا سيدة البلاد الأولى هنده ديبي إتنو فعيد سعيد للأمة التشادية بيوم الحرية والديمقراطية وعلى ضوء الاحتفال بيوم الحرية والديمقراطية عبر بعض من أعضاء الحكومة والمواطنين عن انطباعاتهم وشعورهم بهذا اليوم التاريخي للشعب التشادي جزء من هذه الأراء طبعا هذا يوم عظيم لأن يوم يعبر عن الحرية من غير الحرية ليس هناك إنسانية ومن غير الحرية ليس هناك معنى للحياة من غير الحرية ليس هناك إبداع فكري من غير الحرية لا يمكن أن تتحقق الأعدالة بصورها المتعددة في الحياة وطبعا تحقق هذا اليوم يوم الحرية والديمقراطية أول من ديسمبر عام 1990 فرحانا بالمرة يعني دا 27 عنا اليوم اهتفلنا عيد الحرية والديمقراطية 27 عيد الحرية والديمقراطية ونقول يعني مبروك العيد الشعب التشادي تيش في عمان والسلام والحرية والديمقراطية كنت أقول لك إن شاء الله يوم الحرية والديمقراطية إننا كلنا فرحانين رئيسنا الله يوم ربنا سبحانه وتعالى يزيدا الله يودي لنا قدام أنا ما أنفسك بهذا فلسعنا كنت أقول لك إننا فرحانين في حرية ما شاء الله بارك الله فرحان الله يزيدا وربنا سبحانه وتعالى رئيسنا يزيدا ويعونه ما شاء الله وإنتوا عارفين شيء أزيت من الآفية ما فيه في العالم حتى الرسول صلى الله قال لني الآفية الحمد لله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنا البلد يكون آفية وبالآفية التجار يقدر يخدموا أولاد يقدر يقروا والناس كلهم يقدر يعملوا سوقهم في دا أنا كشعبي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن النظر كله إن شاء الله نتكاتفه بيننا حتى شيفه اليوم دا في إيد ندينة حتى ديوف أقولنا أمار البشير كمان جاهدر في مهان دا نحن كل فرحانين اليوم دا ونشكر السيد أمار أسان البشير جاهدر كمان في إيد اليوم 1 ديسمبر سنة 2017 يشكوه يقولوا دا ودا مالما يفكرو ما هو الحكومة؟ حكومة سوا كثير نشكره لقدم كله والقاعد كله في اليوم الذي تحرر فيه شعب التشادي وشعر بالهرية وعاشها يعيشة صحيحة يعني بعد سنوات طويلة من الدكتاتورية فتنفس الشعب التشادي وشعر بأنه حر ومستقل ومواصل الآن في مسيرة الديمقراطية وتطور النمو مع الرئيس رفيق إدريس ديبي الذي ما زال مناضلا كما بدأ في أيامه الأولى فهو مستمر وشعب التشادي معه وإن شاء الله ستتبقى تشادي شامقة وعالية ومستقلة اليوم شعوري شعور الفرحة لأنه احتفلنا بذكرى 27 عن يوم الهرية والديمقراطية في بلدنا تشاد واليوم شرفنا رئيس الجمهورية عن السودان دولة أخر أجاه وإحتفل جمع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ومع الشعب التشادي في الفرحة والسرور